أهلا بكم مشاهدين الأفاضل في هذا العدد الجديد من برنامج ملفات محلية الذي خصصناه اليوم للحديث عن أجواء الحملة الانتخابية في أيامها الأخيرة كما سنتحدث على أهم ما جاء في برامج المترشحين الثلاثة وعن ما ينتظره المواطن من الرئيس القادم بداية أرحب بضيوف الكرام هنا في الأستوديو والبداية مع الدكتور موسى بودهان وهو أستاذ في القانون الدستوري أهلا بك دكتور أهلا وسهلا مستد قطاف شكرا جزيلا على هذه الاستضافة طيبة أحييك وأحيي الأستاذين الفاضلين سي نبيل وهو نائب في المشعب الوطني والأستاذ إبراهيم نصد جمعه حزم العربة وأحييي كافة مشاهدي القناة الوطنية أينما كانوا وحيثما وجدوا بمعنى سواء كانوا مواطنين هنا داخل الوطن أو مواطنين في الخارج يعني في الجالية الوطنية مقيمة الخارج شكرا لك دكتور ومن ولاية التيارت كذلك جاءنا سيد إبراهيم حمادي وهو منتخب محلي وناشط في الحملة الانتخابية أهلا بك سيد إبراهيم أهلا وسهلا بك أستاذ حسن تحية مسائية طيبة لك أخي حسن وللضيفين الكريمين ولكل المشاهدين والمشاهدات الكرام أود أن أشكر كل القائمين والعملين في قناة الوطنية على هذه المواضيع الهدفة والقيمة شكرا لك أستاذ إبراهيم ومن ولاية بومرداز جاءنا نائب نبي الرحيش وهو عض في المجلس الشعبي الوطني أهلا بك أستاذ نبيل أهلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى وكفا شكرا لكم الدعوة أستاذ نحسن الدعوة التي طيبة وتحية مسائية لأستاذين الدكتور بودهان والأستاذ إبراهيم وكذلك كل القائمة على الطاقة من قناة الوطنية وكل المشاهدين الكرام شكرا لك أستاذ نبيل طبعا مثلما يعلم الجميع فإن الحملة الانتخابية دخلت في العد التنازلي إذ لم يبقى منها إلا ثلاثة أيام وقد شهدت الجزائر أجواء هذه الحملة الانتخابية من خلال أنشطة المطار الشحين وممثلهم عبر كامل التراب الوطني قبل ما نبدأ الحديث نتابع هذا التقرير الذي أعده لنا الزملاء حول أجواء الحملة الانتخابية بعد القضاء أسبوعين عن انطلاق الحملة الانتخابية ومع اقتراب الموعد الحاسم لرئاسية السابع من سبتمبر واصل المترشحون شرح برامجهم لكسب ثقة الناخبين وإقناعهم بجدوى مقترحاتهم في الاستجابة لأمال المواطنين وتحقيق تطلعاتهم وفي هذا الإطار تعهد مرشح حزب جبهة القوى الاجتراكية السيد يوسف أشيش بدعم الطبقات الاجتماعية الهشة عبر إجراءات تسمح بالحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الفئات والمشكل الأول الذي يطرح علينا هو القدرة الشرائية ومشكل البطالة وحنا ملتزمين أننا نلقاول حلول عبر تشجيع سياسات تا الأحواض تا الشغل في حين أكد المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون التزامه باستحداث 450 ألف منصب شغل جديد مع رفع قيمة منحة البطالة إلى مليوني سنتين العهداء الجاية إن شاء الله نخلق بالأقل 450 ألف منصب شغل هذه المنحة البطالة لكي نزيد فيها إن شاء الله تدام من 2025 بدات مليون وثلتمائة ألف سنتين طلعنا هالمليون وخمسمائة ألف باش تقرب تزوجهم لايين إن شاء الله في 25 بدوره أكد مرشح حركة مجتمع السلم السيد حساني شريف عبد العالي أنه سيعمل على مراجعة التقسيم الإداري بهدف إنعاش التنمية بهذه المناطق الشاسعة في المقاربة إدارية تعنا لا بد لنا من تنظيم إداري جديد في البلاد يقوموا على وحدتين إداريتين فقط هي الولاية والبلد ما بقاش دور تنموي حقيقي اللي جنب تغييرها موجودة في البلدية نقدروا حقايا يا إخواني كل بلدية لطارات لها موجودين في الدوائر والزعوب أن أطروا بها من ولايات هي قطرة زمنية تسبق الانتخابات الرئاسية مروج خلالها المرشحين لبرامجهم وأذكارهم قصد جذب الناخبين لاختيار رئيس يحقق آمالهم إذن كنا نتابع هذا التقارير الذي أعدته الزميلة بسماش غادر حول أجواء الحملة الانتخابية وحول كذلك نقاء أو برامج المترشحين الثلاثة لهذه الرئاسيات بداية نبدأ معك الدكتور موسى بودهان كيف تصف أجواء الحملة الانتخابية منذ بدايتها إلى يومنا هذا يعني كنظرة شاملة وبالحقق لاحظنا حماس في هذا لاحظنا إقبال جماهيري على المترشحين أو مثيلهم أو الأحزاب التي ساندت المترشحين وهذا سواء من خلال اللقاءات الجوارية أو من خلال التجمعات داخل الفضاءات المغلقة أو في الفضاءات العمومية المفتوحة ذلك أن المغاطنين ناخبين الآن في وعي كبير يتركهم يستمعون بإمعان حتى يقومون بالمقاربات والمقارنات اللازمة بين خطب وبرامج المترشحين لأن المترشحين الآن فرصتهم لتقديم شروحات وتفاصيل وجزئية تتعلق ببرامجهم ومالذة فإذن هناك وعي ووعي كبير هناك إدراك لما يحاك ضد الجزائر من محاولات إن شاء الله بائسة ويائسة من حيث الأمن طبعا الأمن ولو أن الجيش الوطني الشعبي في هذا المجال لا نخاف على قدراته وإمكانياته وصعره جبهة داخلية جبهة داخلية أنا دائما أقول جيش لدينا جيش ولي الله الحمد جيش قوي ومسنود بشعب أبي وكذلك اقتصاد نامي ومتطور قلت الحمد لله الآن الثقة بدأت تسترجع شيء فشيء بعد أن فقدت في الحقيقة في مؤسساتنا في انتخاباتنا بالنظر لما كان يجرع انتخابات يعرف العام والخاص كيف كان تجرع كيف كان يشترى رأس القائمة وتباع الذمم والأصوات هذا بالنسبة للانتخابات لكن هذه المرة علش قد كان كين إقبال وكين تلاحم بين تلاحم يعني بني على ثقة المتبادلة والآن مترشحين من واجبهم واجبهم أن يقتربوا من المواطنين من الناخبين ويشرحوا بالطريقة اللازمة وبشكل موضوعي وبالصدق لأن البرامج أستاذ الخطب التي كانت تبنى على وعود فارغة في الحقيقة ما قالها في النهاية يعني تشتيت ما بقية من الصغة فقلت الحملة باختصار شديد جرت وتجري في ظروف عادية ولكن يجمع الجامع بأنها هادئة أو فاترة نوع علماء نعم 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 وفاترة في بعض الأحيان هناك من يصفوا بأنها فاترة قد يكون ذلك ولكن ما رأينا في الحقيقة في حماس جديد في إقبال كبير ولكن لن يضمن لنا أو من يضمن من ضمن هذا الهدوء وهذا الأمن وهذا الاستقرار وهذه السكينة حتى يشرح المترشحون برامجهم وقطبهم ويقدموها في أمن واستقرار طبعا لدينا عدة مؤسسات على رأسها الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن هي التي تؤمن يعني للمترشحين ومثلهم تحركات ويعني هل تارك كذلك بأن وعي المواطن طبعا ذكرته لكن المواطن بدأنا استرجع صحيح في تعمير هذه النشرة نعم المواطن الأساس تركيز عن المواطن بدون شك ناخد ثم أيضا السلطة الوطنية المستقبلة للانتخابات أقول بأنه ثمت آليات قانونية وأخرى دستورية وأخرى تنظيمية إلى جانب الآليات المؤسساتية ذكرت الجيش الوطني الشعبي لا بد أن نذكره وكل مؤسسات الأمنية نعم طبعا وأيضا السلطة الوطنية المستقبلة للانتخابات عادة عادة ما ننساها وهي العمود الفقري في العملية الانتخابية هي من تصرع أو يعني ملزمة بأن تضمن كل آليات شفافية والمصداقية والنزاة للعملية الانتخابات إذن السلطة الوطنية المستقبلة الانتخابات لا بد أن نذكرها لا بد أن نذكر كذلك السلطة السمعي والبصري لها دور في العملية الانتخابية طبعا إلى جانب مثل ما ذكرتم المواطنين وناخبين الذين صاروا يعني شيء فشيء أو تسترجع منهم أو من خلالهم أو بسطهم ثقة وهناك وعي وعي كبير وعي سياسي أكرر خاصة بالمخاطر وعي بما يعاق يدل الجزائر من مخاطر أمنية وغلالك رغم وقوف الجيش الوطني الشعبي في هذا المجال ليلا نهار وصحر شكرا دكتور أمن حدودنا البري وليد تيات وأنت أحد الناشطين في هذه الحملة أستاذ حسن أجدد بك الترحيب وبضيفين الكريمين أول أننا لاحظنا إقبال حمس ولو كانت الحملة الانتخابية هادئة نوعا ما ولكن نزلنا إلى أرض الميدان بعدنا البروتوكولات اللي كانت في السابق هناك درنا حملة تحسيسية للمشاركة القوية في الانتخابات والرئاسية والأكثر الفئة المستهدفة هي فئة الشباب فتح نقاشات معمقة مع مختلف شارع المجتمع من كبار من صغار مشينا الأسواق مشينا المقاهي طبعا أنت تنشط لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون نعم وكانت إقناع حقيقة الشعب كان لديه العزوف ولكن بإقناعهم لأن تصرفات البائدة والتصرفات اللي كانت في الماضي خلت الشعب الجزائري ومنه الشباب عازف ويقول لك شباب جراء ولكن نرنا ماشين يوما فيوما وساعة فساعة لإقناعه وفتح نقاشات معمقة لهم من أجل مصلحة الجزائر وتفسير لا ترى فقط كي سؤال هام وأنت قلت كي عزوف هناك البعض ما يفسر بذلك بأن المواطن أصبح واع ويبتعد عن تلك المظاهر البهرجة هذه كل الاحتفائيات هذه التي لا تفيد المواطن يقول لك أنا هني فهم ومختار الموطر الشحن داعي وبالتالي لا داعي بأن مثلا نروح نوصل نحضر تجمعات بالدليل أنه عندكم وفي كل ولاية الموطر الشحين والسادة الموطر الشحين أو الممثلين تحهم في العمل الجواري يلقوا تجاوب من المواطن وش رأيك أنت في هذا النقطة في هذا الطرح طبعا القاعد تجاوب كبير مع الموطر الشحين أو الممثلين الموطر الشحين لأن التصرفات اللي كانت في الماضي كانت تصرفات البهرجة وفول الكورات اللي قبل اللي كانت كاينة هي لقضات على هذه الأمور لأنه ما كان شعب كان موش مطمئن أصلا من هذه التصرفات لمسؤولة على كل حال ولكن اليوم رأنا نمشو مع الشباب ونمشو معهم في الحاملة الجوارية ونقول لهم باليود من أجل مصلحة الجزائر القاسم المشترك الأكبر الذي يربطنا اليوم في الحملة الانتخابية والله في غير حملة الانتخابية ألا وهو مصلحة الجزائر أولاء مصلحة الجزائر خط أحمر الوعي السياسي لدى الشباب أستاذ حسن الوعي السياسي لدى الشباب يجب أن يعرفها كل شاب جزائري الجزائر مستهدفة من أدة جوانب ومن أدة دول على كل حال إن كان بها ندخلش في التفاصيل لازم نعرفوها لازم مصلحة الجزائر نخلوها هي أولى الأولويات عندنا وكما كان يقول الدكتور الفاضل يجب علينا أن نتكاتف ونمشي في جو موهي هادئ وجو وجو ممثل على كل حال لكل من لديه ديمقراطية تشاركية على كل حال نعم شكرا أستاذ براهيم سيد النائب نبي الرحيش سؤال فقط تفضل كيف ترى الحملة هل هي فاترة أم هادئة لأن هناك فرق بين المصطلحين بسم الله الرحمن الرحيم أجد التحية مرة أخرى وبكم وباستاذ المشاهدين بكل صراحة في الحقيقة ولاية بومرداس على غير باقي الولايات الوطن تشهد حركية بين المتسارعة والقوية وبين المتوسطة وبالتالي احنا وشفنا في الميدان أن هناك كان تجاوب وتفاعل بمواطنين واقعيا وافتراضيا كي نقول واقعيا في خلال تجمعات داخل قاعات المغلقة تنظمها لتشكيلات سياسية ومجتمع مدينة غذائقة والعمل الجواري وهو الاحتكاك بالمواطن مباشرة في الأسواق المقاهي في الطرقات في مختلف هذا الحركية أنا نشوفها بلي كانت كما يقولوا كان تفاعل وتجاوب كما قلت لك هذا ما شكل لنا أو وعي وإدراك لدى المواطن لدى عموم الناخبين بالأسحة بتعبير الأسحة بالتالي ما ساهمة أكثر وأكثر الخير ديلي على ذلك هو مساهمة تشكيلات سياسية هذا التشكيلات سياسية سواء كان مجتمعة لصالح مرشح ما أو الحزب أو الممثل مرشح الآخرين كانت حركية كبيرة في الميدان هذا لا ينكر لنا حتى نكون موضوعين صادقين أن هناك فئة فئة ونقولش كثيرة ولا قليلة لكن توجد فئة لا أدري أصح عازف أو تعزف عن الإخيرات في هذا المسار ولكنها غير مرتاحة ليست لا أدري بالاقتناع لا هو أمر طبيعي في كل دول في الانتخابات سواء كانت رئاسية أو محلية هناك فئة التي تختار أو ربما تختار مقاطعة وهذا من حقها السياسي وهناك فئات التي تنخرط في العملية شوف أستاذ حسن فكيد كل ما العموم بصفة عامة كين كين تحديات إقليمية ودولية توحد ببلادنا كما قال أستاذ إبراهيم وهذا أمر مفرغ منه ما هي لا هي مزايدة ولا ترغيب ولا ترهيب بجحطوا اللقاء على الحروف وكين واقع معاش في المواطن المواطن وهو غلق المعيشة والظروف التي يعيشوها صحي وهذا يصعب لإقناع المواطن أنا نتفهم أنا كنائب كممثل الشعب نتفهم المواطن لكن يقول لنحط القدرة الشرائية ونحط الأمن تعال بلاد ونشوف كما نقول إحنا المواطن يقول لك أعطي ليه هنا قبل كل شيء بارك الله فيه لا حبي يعني حبيت نقول بأن أمر طبيعي وعادي في كل دولة أن هناك المقاطعين الذين يعزفون المشاركة وهناك اللي شاركوا بدليل لو نشوفوا نسب المشاركة في كل الدول الديمقراطية ما نلقاوش إحنا مئة بالمئة القاسم المشترك في ثلاث برامج المترشحين وهو الدعوة إلى مشاركة بقوة رفع نسبة المشاركة بغض النظر عن لأن البرامج أو الإقناع المواطن هي التي تحدد الفاصل لأن لأن المشاركة تعطي الشرعية الحاكم وتعطي قوة للبلد داخليا وخارجيا أستاذ موسى نعم رسالة قوية لكل من يتربص بالجزائر انتخابات لازم مشاركة كي تكون مشاركة قوية ومشاركة فعالية ويتكون بنسبة كبيرة جدا هي رسالة لكل أبواق والتسياسة تكميم الأفواه لرغم يتربصون بالجزائر ويقولوا الجزائر ما عنداش انتخابات وا 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 صحيح نعم أستاذ أو دكتور بودهان نحن شفنا البرامج المترشة بعدما تكلمنا على الحملة الانتخابية وعطينا لها توصيف يعني حسب آراءكم أنها هادئة حملة هادئة هادئة وفيها احترام صارم لكل المقتضيات لكل الضوابط الدستورية والقانونية والمؤسسات المتعلقة بالعملية الانتخابية ككل ولله الحمد لذلك أستاذ اطرحت السؤال على السيدنا يقول له هل هي هادئة أو فاترة لأن الفطور هو يعني العزوف بينما الهدو يعني نصرها تبع اليوم كان وسائل تواصل اجتماعي متعددة صحيح يعني يقدر يطالع على الضرم ويختار حتى بلا ما يبان في التجمعات وفي التظاهرات وهو في البحر وهو في الغارة خاصة ونحن في فصل الصيف الناس في عطلة الناس راه في شواطئ البحر وهناك ربما حتى اللي غادر البلد ربما راه في ماهوش في مقر السكنة راه يقضي العطلة تعه في مكان آخر يعني كثب مجريات الحملة الانتخابية بكل طرق الوسائل نعم يعني المواطن واعي ويقول لك حتى بعض المواطنين ربما ما لا تسألهم وقعنا ما نحتاجش نسمع الممثل الموتار الشيح او الناشيطين هذي هذي استاذ لا هو ما يقوله نتكلمه على ممثلين كيف نقارن بين البرامج وخطب هو يقول لك أنا نعرف الموتار الشيح تاعي ونعرف على ما راح نتاخب نحن نتكلمه عن النشاطاء نحن نتكلمه على الموتار الشيح الموتار الشيح أكيد يكون تتناصر الموتار الشيح وينظم تجمع شعبي أكيد راح نحضر معاه نتكلمه على الأيام العادية وهذا ما يفصل ربما الهدوء في الحملة الانتخابية نرجع لبرامج الموتار الشيحين نحن في التقارير التعزمي لبسمة جغادر كان تعطاتنا مقتطفات من تصريحات أو من الموتار الشيحين الثلاثة وكل واحد أدل بدل طبعا طيوال هذا الحملة واش تراحظ في هاته الخطب أو برامج الموتار الشيحين الثلاثة أستاذ بكل تواضع أننا لاحظنا أنه ثم تقواسم مشتركة تجمع بين خطب وبرامج المترشيحين الثلاثة لرئاسية 7 سبتمبر 2024 مثلا في مجال السياسة الخارجية والعلاقة الدولية قضايا الكبيرة هناك إجمع على قضية الفلسطينية إجمع على قضية السهرة على مواقع الجزائية الدولية تجاه كل القضايا العادلة في العام مثل تفعيل آليات أو قرارات الشرعية الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية والشعرية أيضا فيما يتعلق بتفعيل القانون دولي خاصة القانون الدولي واتفاقية معادة الدولية في الجوارب الخاصة بالحقوق الأساسية والحرية العامة مثلا لكون الكثير من الشعوب أو بعض الشعوب احتلاء وعمم تعاني من الاضطهاد من العدوان من الاستعمار الاستعباد من نهب الثروات الأمر ينطبق على ميجري في صحراء الغربية على ميجري في فلسطين وغير ذلك فإذن أستاذ قضايا كبيرة عليها إجبار وهذا أمر نثمنه لأنه يزيد من صلابة وقوة الجزائر كدولة وفي تعاملها مع الدول الشقيقة والصديقة وفي توجد على الساحات الإلكتليمية وقوي كذلك الدبلوماسية الجزائرية لا وهي قوية ولله الحد قوية بحيث تثبت بأن تمثل الشعب الجزائر برمته نعم المسافير يمثل دولة يمثل الشعب رد على بعض المشاككين اللي يشكوا في الدولة الجزائرية وحتى في الدبلوماسية الجزائرية بينها بعيدة عن الشعب والتحط صح برك الله فيك الآن نحن نبحث على تدعيم وتعزيز وتخوية التواجد تولي الجزائرية على المستويات الدولية والإقليمية والجهوية مع الدول الإفريقية الدول العربية الدول الإسلامية مع كل الدول والحمد لله هناك احترام كبير للجزائر من خلال مثال المسند هافي تصويت لصالح القضية الفلسطينية لصالح فلسطين حتى تكون عضو كامل في منظمة الأمم المتحدة رأينا كيف انتخبت أو صادقت أو نعم 144 دولة يا أستاذ من مجموعة الدول لصالح القرار الذي بدرت به الجزائر رأينا كذلك في مثل الأمدولي كيف سندت الأغلبية الساحقة لأعضاء مثل الأمدولي لمشاريع القرارات التي قدمت به الجزائر ولو أن هذه القرارات مع الأسف الشديد رغم أنها صدرت بما يجب أن تزرب لكنها استضمت بواقع آخر وهو استخدام حق الفيتو ولانها الجزائر استطاعت تستصدر لوقف القتال في غزة دون الفيتو الأمريكي صحيح وليأو المرض تحدث شكرا أن الوقت أضيف إلا أن الجزائر الآن فضلا عن كونها متواجدة في دون حق الإنسان وفي منصف القتصاد الاجتماعي الدولي وفي مؤسسة أخرى ومنصف الأم الدولي شكرا أستاذ وقت الحصة راح أرادين ونجزل أول قريب ينتهي سأترح السؤال واحد فقط ولكن في ثواني على الأستاذ براهيم حمادي في الحملة الانتخابية في برامج المتاخبين شوفوا بأن الجميع ركز على الجانب الاجتماعي أكيد طبعا أستاذ هسن المترشيحين في ثلاثة وأكون لهم كل احترام وبصفتي أنا كممثل وناشط في الحملة المترشيح الحر عبد المجيد تبون نقاط مشتركة في الجانب الاجتماعي منها السكن وليس في الآليات في الجانب الاجتماعي في الجانب الاجتماعي على كل حال من باب السكن الجانب الاجتماعي يندرج يندمج دعتها السكن الشغل المينح هذه الآليات اللي يمشيوا عليها للمترشيحين في ثلاثة وقالوا وقالوا بالليودي السكن أولوية كل جزائري الشغل أولوية كل جزائري القدرة الشرائية هي القدرة الشرائية التي اليوم شاء المواطن الجزائري حاسبها بزاف نعم لأن القدرة الشرائية تمس المواطن وحفاظا على كرامته كرامة المواطن الجزائري يجب أن تكون لديها يعني تحدد المستوى المعيشي تحدد المستوى المعيشي طبعا في تحدد المستوى المعيشي للمواطن الجزائري يعني نقاط مشتركة قسموا فيها وحقيقة طيثي مفهوم ذا راح نرجع إلى كل هذا لكن ما عليش باش ما عليش لأنه كلام شيق فضلنا أستاذ نبيل وشما النقطة التي تشوفها مهمة كل المترشحين أو النقاط المهمة التي اشتركوا فيها من بين نقاط المشتركة بين خلال المترشحين الثلاث كان كما تفضلت سيد دكتور السياسة الخارجية وقضايا العاديلة في فلسطين والصحراء الغربية كنقطة أخرى اهتمام بالغ القضايا الإقليمية والدولية مما أكس على خطاباتهم أكد على مواقف سابتة ودعم القضايا العاديلة اللي يتكلم عليها النقطة الأخيرة فيها التوافق من تالف من ترشحين وهي على ضرورة المشاركة القوية في الاستحقاق المقبل بغرض مواجهة وصد كافة المحاولات التي الرامية إلى زعزعات إلى الدعوة للتسويت بقوة يومما السابع سبتمبر هذه نقاط مشتكشاتك هذا كذلك نقطة هامة طبعا راح نتكلم على نقاط أخرى كذلك ونناقشها لكن بعد الفاصل أهلا بكم مجددا في الجزء الثاني من برنامج ملفات محلية الذي خصصناه اليوم للحديث عن أجواء الحملة الانتخابية في أيامها الأخيرة وعن برامج المترشحين وعن ما يتظره المواطن من الرئيس المقبل كنا توقفنا عند النقاط المشتركة في برامج المترشحين والأستاذ أو الدكتور موسى بودهان يعني طلب الكلمة ليتحدث في نقطة الجانب الاجتماعي في برامج المترشحين تفضل الدكتور نعم في الحقيقة الأستاذ الأفاضل يعني بتكلموا بإيسهاب كبير وتفصيل لازم على هذا الموضوع ولكن لابد أن نشير إلى أن إلى جانب هذه الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعلاقة الدولية والسياسة الخارجية التي تضمنتها برامج المترشحين كلهم يعني ينبغي أن نشير إلى أنه في الجانب الاجتماعي وبعنوان الجبهة الاجتماعية في المحور الأول لبرنامج المترشح الحرسي دعوة بن جيتبون ركز كثيرا على أن الدولة ستوفر لمواطنين 450 ألف وحدة سكنين من مختلف صيغة وعلى أن توفر 450 ألف كذلك منصب شغل وطبعا المترشح الحر يدرك ويعلم يقينا من أين سنوفر هذه المناسب شغل ذكر منجم غار جبيلات وذكر مناجب أخرى ومعامل ومصانع أخرى وسيكك الحديدية وربط الشمال بالجنوب كل هذه ستوفر لنا ربما أكثر تمد على إحصائيات دقيقة على ما باشره خلال هذا الأولم من تطوير اقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار وكذلك إعادة استغلال المناجم التي كانت للأسف شديد توقفت شكرا أستاذ فقط أضيف إلى أنه إلى جانب هذا وعد برفع من منحة البطالة للبطالين لتصل إلى عشرين ألف نعم عشرين ألف دينار بدل من خمسة عشر ألف ثم أيضا وعد بتخفيض وهذا أمر مهم جدا تخفيض من ما يسمى بالتضخم إلى حد ثلاثة في المئة هذه يعني يعني وعود وعود قابلة للطبيق وعود عملية ميدانية نثق فيه لأنه الرجل في المكان الذي هو فيه أو شغله كرئيس الجمهورية يسمح له بتقديم مثل هذه الوعود وهي وعود صادقة جربناه في التزامتها الـ 54 التي في الحقيقة نفذها وعده نعم كذلك وهو صادق في وعده نذكر كذلك بأن حتى المترشح كذلك المترشح حزب جمهة القوى الاشتراكية صحيح الأستاذ المحترم يوسف أوشيش أحترمهم جميعا أستاذ اقتراحات في الجانب الـ الاجتماعي من بينها رفع السمي كذلك ورفع الأجور نفس الشيء بالنسبة للمترشح كذلك حركة حمص رفع الأجور لكن مئة في المئة أستاذ مئة في المئة نعم هو المحباتي للسيد عدم الجيم كابون وعده برفع الأجور من سبعة وربعين في المئة إلى نعم لأنه بشرة رفع الأجور في العهدة الأولى لك ماذا بنا من جانب تقسيم الإداري فقط هناك اشتراك أستاذ من جانب فقط العدالة لأن من يمثل سيد واشيش أو سيد عبد العالي حساني الشريف كذلك الذي كان عنده اقتراحات واختراحات كذلك جميلة فيما يخص الجانب الاجتماعي وكان تحدث كذلك على التقسيم الإداري وإزالة الدائرة أو إزالة الدائرة من تنظيم المحلي أو تنظيم الدولة الجزائرية وش رأيك أستاذ نبيل طب كلمة بقى في الشقة الاجتماعي أو الشأن الاجتماعي أنا وجهد نظري وإذا كنت يوافقني الأساتي أن الشأن الاجتماعي يبقى الرهان الإعساسي في حسب معركة كسب الأصوات فالسلم الاجتماعي هو المعيار الفاصل للمتنافسين الأمر الذي يعكس هذه الوعود لكن أستاذ نبيل لو شفوا برامج المترشحين الثلاثة أسمح لي فقط أسمح لي هي كلها يعني ثارية في الجانب الاجتماعي ولكن من يقنع أنا لخص برامج المترشحين الثلاثة في ثلاث نقاط فيما يخص المترشح حر عبدالجي تبون يعمل على تأسيس قاعدة اقتصادية متينة تكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري فيما يخص ممثل حركة مجتمع السلم سيد عبدالعالي حسن شريف وهو استغلاص هراواتي تكليس تنمية وتحقيق الأمن الغذائي أما ممثل الأفافاس يوسف أوشيش سيد يوسف أوشيش يجعل الشأن الاجتماعي أساس البرنامج الانتخابي وكما قالوا هذا عندهم آليات ومقترحات وتبريرات الواقعية وتبقى كلمة الفصل للشعب الجزائري لكن توقفوا عند النقطة هذه بالنسبة للبرامج المواطن هو المواطن هو الصح المواطن هو الذي ربما ينتظر بعد الانتخاب وش راح يستفاد المواطن وش راح يستفاد الدولة الجزائرية أو ماذا ينتظر المواطن من الرئيس زملائنا في قناة الوطنية كانوا خرجوا للشارع وسألوا أو طرحوا هذا السؤال على بعض المواطنين فلنشاهد الردود نتمنى أن رئيس هذا اللي راجي إن شاء الله يهتم بالشباب أكثر يطور البلاد يهتم بالاقتصاد نلاحظ أنه ينتظخهم بزاق قدرة شرائية محدودة فنتمنى إن شاء الله تتقم الحالة أنا كشبة جزائرية نتمنى يوفرنا مناصب العام المناسبة بلادك بنحس البطالة وقاش ونسحقه يوفرنا عامل القاش والقالي زنجيريا وإن شاء الله نتخبر رئيس المليح باش نعيشهم مليح نحن مدى بنا الرئيس اللي يجي لبلاد يخدمنا البلاد الشي اللي ناقص تنمية يزيدي يخدمها يتولى شوية بلا جوناس يفتح لهم دي بوست يجيب لنا الاستثمارات نديروا شوية تنمية نحن بلادنا فيها ربي بارك كلش فيها ويجيب لديك ويجيب لديك لأن أنا كإنسان كبير عندي سبعة وستين سنة عمري نبكري وننضغطي وننتخذ ونظن بالطريق المستقبل لأن الجزائر غيرين منها كما يقولون في سيبلا أما نحن كوطنيين نحن كجزائريين نحن كدجا حتى الجالية تتعنا في الخارج راه يتقول باللي تحية الجزائر إذن كانت هذه عينا من المواطنين أو تصريحات المواطنين حول ما ينتظرونه من الرئيس القادم أستاذ إبراهيم وأنت شاب نشوفوا بأن جل المتدخلين من الشباب ركزوا على توفير مناصب الشغل أنتم في تيارت وقت الكبولة بأنكم تحدثتم مع مجموعات من الشباب هل كان هذا هو الانشغال الوحيد أو ربما لهم انشغالات أخرى أخي حسن هي في قطر الجزائري كامل خلال حملات الانتخابية دائما الشغل الشغل للشباب وهو توفير مناصب الشغل والله القدرة الشرائية تحسين القدرة الشرائية طول السكن يعني هذه الأمور اللي يمشي فيها الشباب اللي يمشي فيها أي مواطن جزائري نعم يعني مترشح الحر من وهران يقول باللياودي أنا نزيد نرفع المرتبات نرفع في العلاوات نقوم بإنجاز وحدات سكنية توفير مناصب شغل لا تقدر برب 150 ألف منصب شغل إدماج يعني لكن خلينا دقاء السيد رئيس أو السيد المترشح الحر الرئيس المنتهي وولايته هو المترشح للعهدة الثانية تكلمنا عليه وتكلمنا على البرنامج تعو الجميع استمعوا إلى خطبه نتكلموا من جانبة كيف يتلقى الشباب وماذا ينتظره والله شعب الجزائر القالي في السؤال نعم ما هي مثلا إن شغالات الشاب أو حتى المواطن نتكلموا على الشاب حتى الفئات الأخرى حتى هي لازم يهمها الأمر ولازم لها من والله المواطن الجزائري مواطن سريرته طيبة يعني يعني سريرته طيبة طيب ولكن خلينا من طيب وإلى ما عرفوها نعم وش ينتظر المواطن مش يطلب في المستحيل يقول لي وش ينتظر ينتظر بأن الرئيس القادم للجزائر بإذن الله إن شاء الله وإن شاء الله يا أحبادة تكون من ترشح الحر عبد المجي يتبون العهدة ثانية على كل حال ينتظر منه توفير مناصب شغل نعم بإذن الله توفير السكنات نعم يعني مجانية مجانية في اللافسة في الصحة يعني راها كاينة مجانية تعليم راها كاينة القاضاء على البيروقراطية الحمد لله يا ربي من 2019 هذا هنا أمسط الأهم نقطة البيروقراطية والفساد لا لا شوف أستاذ حسن الجزائر بعد 2019 والجزائر قبل 2019 والله غير تغيير جذري يعني باش نكونوا متسارحين على كل حال وماناش نمشو من باب تقدس الأشخاص ولا حاجة ولا هذه حقيقة ووقائق رانا ثمرة مجهودة رانا نمشو فيها نعم يعني تدريجيا ان شاء الله نقضو على المحسوبية البيروقراطية أمشات المترشح الحرفي العهدتية أو السابقة دير عدة إصلاحات منها إقلاء اقتصادي دير رقمانة القطاعات يعني هذو قا عوامل ومؤشرات اللي راح بإذن الله تخدم المواطن الجزائري هم المواطن الجزائري نقطة برك إضافة هذه اللي نحتاجوا نعم هم المواطن الجزائري هم المواطن الجزائري هو القضاء هو القدرة الشرائية تقوية القدرة الشرائية ما هو هم المواطن تيارتي تقوية القدرة الشرائية نعم الساكن رفع القدرة الشرائية الساكن العامل للشغل هذه أمور بسيطة نحس برأيي أمور بسيطة وإن شاء الله تتحقق لأن الجزائر بخيراتها والجزائر بثراوتها هذه الأمور ما تكونش عزابة ولا عقبة على المواطنين إن شاء الله خلينا نتوجه بنفس السؤال الدكتور موسى بودهان ماذا ينتظر المواطن من الرئيس القادم أو المقبل ينتظر الكثير أستاذ نعم ومن حقي نعطله أساسيات من حقي أساسيات مثل ما أشار الأستاذ السكن والسيد عدم مجيد تبون المطرشة الحر وعدى بإنجاز 450 ألف أستاذ ينتظر تحسين وضعه الاجتماعي تحسين قدرته الاشتراهي كموظفين كعمال كمواطنين والسيد عدم مجيد تبون وعدى برفع يعني قيمة الرواتب والأجور من 47% إلى 100% وتخفيض التضخم كذلك ورفع قيمة التضخم وسمعنا سمعنا مواطنين قلت وأكرر بأن مواطنين الآن واستاذ وعيين كل الوعي بكل شيء بالتحديات بالمتطلبات الحياة في الجوان الاقتصادية والجوان الاجتماعي وفي غير المجد سمعت المتدخل يقول بأننا ننتظر تطوير اقتصادنا لا يمكن أن تصور أمنا وطمأنينة وما إلى ذلك وحتى تحسين جانب الاجتماعي بدون اقتصاد لا يمكن لا بخطان متوازيان ينبغي أن يتم نحيث السير فيهما بشكل متوازن ربما الاقتصاد ترقية الاقتصاد أسبق لأنها تسمح النبي هي هو الأساس بتحسين المستوى المعيش للمواطن الجزائري وتقوية كل مؤسسات الجزائري خاصة مؤسسة الجيش كذلك صحيت بارك الله وهذه تحتاج إلى تفصيل وشرح لا المهم هي المداخل تعالبي بدون شك والصناعات العسكرية الآن بشهادة العام والخاص حتى الأجانب مؤسسات المالية كصندوق النقد الأجنبية طبعا مؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي اللهم شهادة بأن اقتصاد الجزائر تعافى وتطور شيئا فشين وكل ذلك بفضل الصناعات العسكرية الصناعات العسكرية الآن هي التي تقود قاطرة أو قاطرات إن صاح تعبير الاقتصاد الوطني بالمجمل دعني أستاذ أقول بأن من بين ما ينتظره المواطنين أننا نواصل أن الدولة أو المترشح الفائز إن شاء الله وهو مثل ما ذكر الأستاذ نتمنى أن يكون سعيد مجيزة بون نتمنى طرعا الشعب لأنه في النهاية الشعب هو من الملك السيادة هو الذي ينتخب من يشاء كرئيس لدولة قلت تحدثوا أيضا عن الشفافية عن أخلاقة الحياة العامة ومورحالبة الفساد مواصلة أقول مواصلة في هذا الشعب والسيد عدم جيت بون المترشح الحر وعد وموجود هذا الأمر مكتوب وهو دائما يقولك أنا لا أعيد الناس بالكلام يعني كل شيء مكتوب التزامة الـ 54 كانت مكتوبة وقال ما عندش وعد عندي التزامات التزامات نعم وهنا فرق كبير كذلك في معنى فذكرت فيه ورن على ما أعتقد قال قال أنا ألتزي معكم وأتحدث معكم بكلام الرجال يعني كلمة صادقة ووعدوا الحري دينوا عليه السيد يعيد لما يعيد يطبق ينفذ لا يعيد كالبعض كالبعض وهنا لا أقصد أي مترشح هو لا خاصة قالك التزامات والالتزام الإنسان اللي يلتزم لا بد أن يلتزم هذا هو الوعود شو هناك أمور إذن بعض المتدخين ركزوا على ضرورة تمكين الشباب تمكينهم أكثر الآن الشباب ممكنين والأستاذ معنا نايف من الشعب الوطني شاب وضحنا النقطة والأستاذ شاب في المجالس المتخبين وضحنا النقطة لأنك يقول سادة المشاهدين يفهموك يقول تمكين من ماذا؟ تمكينهم من تولي المناصب المسؤوليات لا تقول تمكين وتقول شباب ممكن تمكينهم وحتى في الجوانب الاقتصادية من حيث إنشاء المؤسسات الصغيرة ومتوسطة لقد سنة سيد عبد النجي تبون لقد سنة قانون لفائدة شباب خاصة ولفائدة الموظفين والعمال عموما وأقول لك كيف لقد سنة قانون يسمى بالقانون الأساسي المقاول ذاتي مرأة لكم لقد عدل قانون العمل الصادر سنة 1990 عفوا 1990 عد له لفتح لفتح المجال أمام العمال حتى ينشئوا مؤسسات صغيرة ومتوسطة فولادهم سنة كعطلة إن نجحوا في 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 إنشاء هذه المؤسسة و فبها ونعمة وسيساهمون في تمويل خزين الدولة وخلق مناصب شغل وماذا وإن لم ينجحوا في ذلك يعودون من حقهم العودة إلى مناصب شغلهم في العمل نفس الشيء بنسبة القانون الأساسي للوظيف العملي عدلناه وهو الأمر سفر ستة سفر ثلاثة عدلناه أو عدله سيد عبد مجيد تبون دائما من مبادرتي منه قلت عدلناه ليفسح المجال للموظفين يعني وأتحد يعني لا أتحدى لا أنا لزيزة من عدتي أن أتحدى ولكن أقول هذه حقائق تنطق بنفسها عن نفسها البرلمان الآن فيه شباب أو أستاذ ولا ينكر ذلك إلا إلا جاهد أو حمد كل مجالس كل مجالس المنتخبات فيه مجلس على للشباب سمحني والدليل لو عنا الشاب أمامنا أقول لو لقانون الانتخابات الأخير بالضرط لو لقانون الانتخابات الانتخابات الأخير لما كانوا شباب يتلون لو ناما في مجلس الشعب الوطني خلونا نرجع لموضوع أستاذ لا نقاط نقاط مهمة نرجع للسؤال هذه من الانجازات رأنا نقولهم ماذا ينتظر المواطن قلت ينتظر السكن نعم حتى ينتظر الشغل لازم يقوله شغل خليني أستاذ باش نوزع الوقت الزملاء يقولي الوقت راح يدهم لا أستاذ نابيل راح تراك سؤال راح تراح سؤال ماذا ينتظر مثلا الأساتذة ربي ما القطاع التربية هنا الرئيس الجديد وحتى الأولياء وحتى التلاميذ وش نتظر كين مطالب مهنية اجتماعية في القانون الأساسي الأستاذ ومؤخرا سيد عبدالجل وذاتبول وعد ب بإصداره قبل هاي سنة ويكون خارج مغرفة العمومية خارج مغرفة العمومية ونفس الشيء بنسبة القطاع صحة كذلك صحة نعم يعني شيء اللي حبيتكم قوله فقط تكميلة اللي لكلام الدكتور بارك الله فيه وهو ما يطلبه المواطن هو تجسيد الالتزامات أو الوعود ليطلق الوعود ينتظر يجسده على الأرض الواقع أو الالتزامات هذه المكتوبة تجسد وهنا شوفنا بحقا السنوات الماضية أستاذ هذه أكيد ولكن السؤال تعيوش حبي نترحك ربما تصادفوه حتى اللي رغم يشطف الحملة يقول لك أنا أكيد ننتخب واش راح بعد الانتخاب واش راح نستفاد هذا هو السؤال نتكلم تقطع سؤال على قطاع التربية ونتكلم حتى قطاع التعليم العالي هل يعني راح الآن راح في المستوى خلاص أو ننتظر أشياء بعد قطاع التربية وتعليم العالي في الحقيقة نتكلم مجانب البرامج من ناحية برامج في الحقيقة مغيبة تحتلات المترشحين سوى بعض الإشارات نقطة نقطة موحيدة واللي رأي تطبيبها ألف عمل تربية وهي قانون الأساسي نعم للأسل التربية هذا من الجلب المهني والاجتماعي رح أمر آخر بالنسبة للعمال تفعيل قانون تقاعد النسبة كذلك هذا بالنسبة لكل الموظفين لكل موظفين الحد الآن غير مجسد يعني كان عدة موظفين كنتقول لي وشين تظهر قطاع التربية قطاع التربية مثلا المناهج ألا ترى بأنه لا بد من إصلاح المنظومة التربوية كنت تكلموا عن إنهاء عن المناهج إذا رجعنا اللي فيه ما سبق نجد بنزاغو في الحقيقة ما نقولك صراحة رجعتنا مئة سنين الوراء أنا كرجل تربية قبل ما أكون مبرنا ولذا اقترحتك السؤال سيد النائب بارك الله في الحقيقة نضيك مثالها واستدركه مؤخرا في الطور الأول كنقول طور الأول بالأستاذ المشاهدين ولو سنة ثانية ابتدائي استدركت وزارة تربية بحج أو بالتخلي عن تربية العلمية وتربية المدانية وفعلا كان كاهل أو عبء إضافي للأستاذ وللتلميذ اللي ترى حاليا وأنت من قطاع التربية بأن حتى التلميذ يعاني من كثافة البرامج وحتى كذلك الوقت كذلك المطلوب المطلوب هو إعادة النظر كيف يشوف تلميذ أستاذ أستاذ يشوف تلميذ يبدأ على الساعة الثامنة ويوصل حتى للمغرب في بعض المناطق وين درسوا اللغة الأمازيغية أو اللغة يعني بزافة لعبء يحفظها كذلك تلميذ تلميذ سنة ثالثة ابتدائي 11 مادة ويش تنتظر منه شوف عبء كبير على الأستاذ ويخذ في ظروف ربي العالم بيخاص تظهر ابتدائي حتى المتوسطة الثانوية أشيكون صراحة معكم هذا لا يقول أن الدولة لكن السياسة المنتجة تحتفظها إعادة نعم إعادة إعادة معينة أو تشخيص الواقع فيما يخص ما ينتظره الناخب بالخصوص هو قطاع التربية مثلا لدينا قانون الأساسي للأستاذ ينتظر التدسيل وكالوعدة والسيد المترشح رأيس المترشح بتدسيل قبل نهاية السنة والمطلوب هو ماذا ينتظر هو تدسيل إصلاحات التربية بإعادة نظر المناهج ومختلفة كذا باختصار شديد لأن هذا مطلب كذلك كل الشعب الجزائري خاصة مثلما قالنا قبل الأستاذ بودهان عندنا ثقل تعالى المحفظة كثفة البرامج كثفة حجم الساعي كذلك خلي الأستاذ براهيم كذلك يتكلم منه في الجانب هذا التربية والشباب وانتشاب واش تنتظروا نحن ننتظروا نحن في ظرفين واجيز باش نقول لك تخفيف المحافظة المدرسية على كل حال ثقل ثقل تعالى المحافظة المدرسية مواصل للتعليم الذكية يعني تعميم للألواح الذكية وهو قام بها المترشيح الحر عبد المجيد سببون في العهد السابقة أنا بغيت ننوها لنقضة برك تحويل المدرس الابتدائية يحب ذا يحولها من جماعات المحلية إلى وزارة التربية لأن المدرسة في المدرسة الابتدائية أصبحوا رهينة في يد في يد على كل حالة رؤساء البلديات والله وربما البلديات عاجزة عن وكوين بلديات عاجزة معداش ميزانية باش تختمل المدرسة الابتدائية المطاعمة المزالة والبلديات نعم تمويل ره في الابتدائية نعم نتمنى المدرسة الابتدائية يكون عندها ديوان وطني للتربية وتمشي ويصلح المنظومة التربوية وفق المناهج المفهوم الجزائري نعم حتى دعم الدور الاقتصاد دعم الدور الاقتصاد الجميع نتكلم نشوح الشباب نعم الشباب المترشح الحر سيد عبد المجيد تبون من وهران من قسنطينة من جانات يؤكد على الشباب يقول باللي الشباب اول مرة منذ تاريخ الاستقلال الدستور يحمي الشباب من خلال المجلس على الشباب يقول العهدة القادمة بإذن الله ان شاء الله نشوفه رؤساء مزالي شعبية بلدية ورؤساء مزالي شعبية وولائية ان شاء الله شباب وصلنا قالوا وصلنا الى 34% من الشباب في المجلس شعب الوطني ويا حبذا ان شاء الله بإذن الله العهدة الجالية والعهدة القادمة نوصل الى 50% من الشباب يعني اشراك الشباب في الحياة السياسية هو امر عادي وطبيعي جدا يعني اشراك الشباب في الحياة السياسية هذا يقضي العزوف نعم احنا عرى اننا كنا نشوفه في الاهد السابق سمع لي استاذ حسن بارك اننا نوضع لك لانا وقع كنا نشوفه في الاهد البائد كنا نشوفه الشيخوخة واحترامية للناس الكبار على كل عال وثاني استاذ حسن بغي اننا نزيد لك الشق الاقتصادي بارك يقول المترشح الحر ترقية صاديرات خارج المحلوقات يعني تطمع الى بولو 30 مليار وسيد وزير تجارة يسرح في الاوين الاخيرة يقول 13 مليار دولار في احتياج الصرف وانا اشكره من هذا المنبر وزير تجارة الذي نعم كم نقوله اشكره كل الشباب خلينا تذكرني بالبر شكرا لك وضحت وانت كاستاذ جامعي كذلك وورك يعني احد اطارات وزارة التعليم العالي ماذا تنتظرك في هذا الجانب في هذا القطاع من المترش او من الرئيس من الرئيس يسعد ان شاء الله لحكم البلاد ننتظر منه المبادرة بتعديل القانون الاساسي للاستاذ الجامعي والباحث بصفة العام ننتظر منه تحسين رواتب واجور للأساتذة هو صحيح قام بتحسين رواتب وزاد في الحقيقة مثل ما زاد في رواتب واجور للأساتذة للتعليم للأطوار التعليم الارئيس القادم رئيس القادم قلت لابد أن وقد وعد بذلك بتحسين الرطب المأراض يعني فصلت رئيس المقبل لا 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 أفصل هم وعدوا هم وعدوا كلهم بالحق كلهم أقول فقط لا لا يمكن أن شكك في قدرات الرجل سيعبد مجيد تبون فهو نقيب النقابيين وقالها لعمال التربية وإطارات وأساتذة التربية بصفة العام قالهم أنا ندافع لمصارحكم قبل ما تطالبوا ببعض المصارح إذن نحن أملنا في الله كبير وفيه أمل أيضا لا بد أيضا أن تكون هناك مبادرات لإعادة النظر ننتظر من الرئيس المقبل أن يعيد النظر في البرامج البدغشي المقررة في كل مراحل التعليم العالي من الليسانس إلى الدكتوراه ولا بد أن يعاد النظر خاصة خاصة في نظام ما يسمى نظام الألمدي لأن هناك في الحقيقة تقارير وهناك دراسات وهناك انتقادات أصل لهذا النظام وأعتقد أنه سيكون هناك طبعا أستاذ نتمنى أن تبتعد مؤسساتنا التربوية والجامعية والتكوينية عن التجاذبات السياسية هذا موجود في الدستور حتى لا تستغل من قبل أحزاب أو شيء لا بد أن تبقى محصنة يدية موضعية لأن نتحدث خاصة بالنسبة المدارس المتوسطات والثانوية كلها الدستور طبعا يتحدث عن هذا ولكن البرنامج المترشح الحرس عبد المجيد التبون تحدث كثيرا على هذه المسائل ضرورة تحصين مؤسساتنا التربوية وكذا من التجاذبات السياسية أستاذ زمين قائد الطاقة المتقدي المخرج محمد تقار يقول وقت الحصى انتهى وقت الحصى يعني غير من دقيقة رسالة برك أستاذ هس ويستمعون زملاء تفضل ولكن سرعة رسالة تحملي ماجستير والدكتورة ودكتور بوداني شاطرني الرأي معاناة الإقصاء سيد الرئيس أمر أصدر قرار توظيف المباشر اصدر قانون توظيفهم لكن تطبيق القانون في الواقع ظالمهم بكثير واش طالب سرعة توظيفهم في مناصبهم هو يقصد ربما تعميم السفادة من هذه المرة الثانية من هذا البلاطن ينوجه نداء الوزير تعليم العالي والسيد المترش بإذن الله في الحدث ثانية ينصفهم بإذن الله في مناسب لأنه توظفوا قبل توظفوا في شهادات أقل من شهاداتي هذا نظر قضية معروفة سيد رئيس الميقصد يتفرقة بين لا لا مقصد الرئيس إذن تعميم هذا هو المطلق شكرا لكم أنا لذن الله من متأيقن ومطمئن كل طمئننا من المترش عن الحر عبد المجي ثانبول إن شاء الله أهدى ثانية بأن ينصفهم بإذن الله أنا متأيقن على كل هذا شكرا لك شكرا لك ولكن تعديت الوقت هذا نتمنى فقط أن الدداء الأساتذة يوصل للسيد وزير التعليم العالي أشكركم ضيوفي الكرام على حضوركم معنا أشكر فريق الإعداد والفريق التقني الشكر موصول لكم مشاهدين الأفاضل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته